بسم الآب والابن والروح الخدس أمين نهار أحد الأول من زمن الميلاد بشارة زكريا بمولد يحنى المعمدان أختي بنشكر الله كتير على الزمن اللي مرأ من سنة العشرين عشرين وبنترك كئبتها وتعسيتها وصليبها الكبير يلي حملناه بننسى ما وراءنا وما نتمطى إلى ما أمامنا حسب ما بيقول ماربولوس متأملين لهالسن اللي ترجيه جديدة اللي بدو يلحقها السنة 2021 كل خير وبرك مش رأقر الأنجيل من هلأ أرايح متل ما كنت أعمل قبل رح ندخل ببرنامج اسمه تأملات ميلادية بيخد جملة جمل تامل الإنجيل متأمل فيهم حتى نغتني وما نقع بالروتين نوعا ما أقرأ من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديسة لوقا لوقا 1-1-25 لما رأى زكري الملاك الطربى وغشيه خوف فقال له الملاك لا تخفي زكري لأن صلاتك قد سمعت وامرأتك الإشباع ستلد لك ابنا وتدعو اسمه يحنى ويكون لك فرح وتهليل وكثير يفرحون بمولده إنه يكون عظيما قدام الرب ولا يشرب خمرا ولا مسكرا ويمتلئ من الروح القدس وهو في بطن أمه ويعيد كثيرين من بني اسرائيل إلى الرب إلههم فسأله الشيخ قائلا كيف أعلم هذا وأنا شيخ وامرأتي قد تعنت في أيامها فأجاب الملاك وقال له أنا هو جبرايل القائم أمام الله وأرسلت لأكلمك وأبشرك بهذا وأنت تكون منذ الآن صامتا لا تستطيع الكلام إلى اليوم الذي يتم فيه أخوتي إذن مغزة هالإنجيل هو الرؤية والرؤية اليوم صارت تقريبا معطلة بيقول سفر المزامير عندما تغيب الرؤية يهلك الشعب وبتصلي الكنيسة مثل ما كانوا صلوا بالقديم إلى ليبعث الله رؤيويين يعني جماعة بيتواصلوا معه تحتى ليقدروا يقشعوا الرؤية يسمعوا كلمة الله وينقلوها للناس تيصححوا مسيرتهم هالحدث هيدا مثلا عم بيصير مثل ما بيخبروا بمجيغوريه كل اللي راحوا بمجيغوريه شاهدوا وسمعوا واليوم قدس البابا مع الكنيسة عم بيشجعوا تأييد هالظاهرة هيدا لأنه العزراء تظهر إلى ثلاث أشخاص نسميهم الرؤيين الذين يرون حتى ينقلوا توصيات من الله لألنا بواسط والية الله مريم العزراء ويا ما في ناس منكم راحوا وشهدوا وشايفوا إذن الرؤية مهمة كتير للبشر لي لأنه نحن نعيش في عالم مليء بالعدم التوقع وعدم التأكد عدم معرفة المستقبل شو بد يسيبنا فإما بدنا نسمع للمبصرين والمبرجين يا بدنا كلام نوسق فيه من السماء الكلام يلي بدنا نوسق فيه عندنا هو بين إيدينا اسمه الإنجير ربنا يسوع المسيح اسمه كتاب المقدس ككل وفيه أشخاص بدوا يكونوا هني ما بين هالكلمة وتفسيرها لألكن ولكل شخص بيحتاجها هالأساس هيدا اليوم مع زمن الميلاد نتأمل أنه نلتقى بكلمة الله البدا تولد وما نتوقف عند قشور عيد الميلاد عند قشور زمن الميلاد لبل أنه نغوص بهذه الكلمة التي يسمعها كل من فتش عن إرادة الله لأنه بالميلاد الرؤية ليست فقط بالعين ونشوف منظر ولا حتى بمجي جوريال أهم هو ما ينظرون حشا هالأشخاص الثلاثة إنما ما يسمعونه ما يسمعونه وينقلونه فبدنا نبلش نفكر كيف بدنا نقشع بدينينا بدنا نفكر كيف منقشع بدينتنا لأنه كلمة الله هي نورنا كلمة الله هي بتدخل بالأذن إلى القلب تحت تحيي الإنسان وترجع تعدله كل معطيات حياته الإيمانية والمحبة والكرامة الزيتية والله معكم ترجمة نانسي قنقر